السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم المطبخ العربي مع سرين كويزين دين سرين جيتكم حبوبتي في هذا الروتين اليوم جبت لكم غداء سوري 100% يعني درنا الكباب سوري والطماطم مشوية سلطة بيواز بتنجال كباب بتنجال يعني هذا السلطة تتاكل بزاف مع المشاوي نتمنى الاعجابكم هاد الفيديو تفرجوه للاخير هنا حبوبتي اول حاجة نجيبوا المعدنوس تانا نكونوا قطعنا يعني اول حاجة درتها انا هي جمع انو ديسيدينا نديروا مشاوي سوريا اول حاجة قلت ندير سلطة بيواز ونشاركها معاكم لبنات متشوفوش البساطة تحها يعني بالبصل والمعدنوس الزوق تحها اكتر من رائع ولا البنات قطعوهم يعني هكا ارقيقة شرائح بزاف ارقيقة مش يزاما حاجة شوية ولا بزاف ارقيق ارقيق بسكو الهدف تعنا انو انهم يعني يدبالوا كما كنت لاحظو يعني نقطعهم هكا شوفو اول حاجة ندعكم اول من بدا ندعكم هكا بيديا حتى تشوفوهم يعني بدوا يدبالوا تديرهم غير شوية تاعل الملح بسكو من بعد ناكو راحي نزيدوا تديروا الملح ديالكم وين تلقاوهم MAZALهم مخشان اكيد تحبو بعتين لازم تعودوا يعني تترققوهم وكنت اغسطت المعدنوس تاعي ورقة ورقة ونحيت منه هادوك الاخصان ودقته في الخل نقعته شوية من بعضه كنجيبوه يعني راني قدامكم نديرو هكا ورقة ورقة تاني ونزيد النحي منه هادوك شوية تاع الاخصان شوفو انا ما خليش فيه بزاف الاخصان وزيدو تنحوهم لانه صلاة تطبيوات تحب بزاف المعدنوس يعني لو كان اكثر المعدنوس كنت دقت اه اه انا كانت عندي حبة بصل دقتلها ربطة معدنوس نبدأ نقطع المعدنوس تاعي رقيق هكا كما كنت لاحظوا حبوبتي ديما نقول لكم البنات اللي مشترك جديد في القناة نقول له اهلا وسهلا ديما تنوروني بتعليقاتكم وما تبخلوش علي يا بليجام وما تنسوش كاين تحت قدام جام وتعليق كاين بخطاجي يعني شير تشاركو هات الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائدة هذا السماق هذا يستعملوه السوريين والاتراك تلقاوا اللي بناتها متواجد يعني في سبيرات جزائرية انا جابوهولي من تركيا نحنحاول كيفاش نهرسو شوية اللي ما عندهاش سماق تديروا البنات بدون سماق يعني سلطة بواس تديرها بدون سماق والله يجي رائعة يعني حتى بدون سماق تجي بنينه بزعف ما عندهاش يعني شوية تغيير السماق يجي حامض عنده الحموضة بنين وكاين اللحم سماق واحد لوصفها حلبية أصلية يسموها السماقية ما نوعدكم مش نجربة بوسي ما نحبهاش نتخيش لحمها كاك حمار كيما البيترافيتو احنا البنات لازم تحركوهم بكامل مليح البصل والمعدنوس لازم كامل يتواسع يعني يتجانس احنا ندير هذك السماق اللي كنت تطحنته ما ديوش بزعاف لانه حامض قدرتان حوالي ملعقة صغيرة تحنتها وهذك اللي رايح نديرها نكتفي بيها يعني حندوق انا اذا اشتها حامضان نكتفي ما اشتاش حامضان اقدر نزيد ندير هذك وهنا يا البنات شرينا اللحم مع بلكم بلي انا اللحم نتطحنو في البيت يعني شرينا وشكة بربي راينا رايح ننحو منو باش نتطحنو هذا كل عظم انا هندير به الشربة هذا الفيديو اني نرجيستريه ثاني يوم يعني اليوم اللي حنطيب ان شاء الله باذن الله ذكتور بربي حنطيب لكم شربة وطعام على الطريقة الامازيغية القديمة عيمتنا اول حاجة حبوباتي هنا نبدأ نطحن اللحم ديالي على مكينة اللي تطحن اللحم وما تنسوش البنات بلي الكباب لازم له شوية يكون فيه الشحم هنا نطحنو شوية شحم وحده كان عندنا من العيد واللحم ثاني انا نطحنوه باش نزيدلكم البنات يعني في هديك رحاية هذك صفاية ارقيقة خلاص يعني الكباب يحب صفاية ارقيقة هذا هو يعني انا كنت طحنت في اللول شوية تاع الشحمة بوسكو كانت عندي في العيد اه وسيتها وهنا يا هذوك العظيمات اللي قاعدونا فيهم شتاع الحماني حنطيب بهم الشربة وحتى اللحمة فروم يعني ما درناهش كامل قسمنا الكمية اه قسمنا الكمية شوية درنا بيها كباب وليفضل قسمته علزوج مرات مرة ان شاء الله نطيب بيه صينية بطاطا في الفرن او مرة انطيب فيه واشك تبع ربي يعني متوم ولا قغاتا ولا اي حاجة هنا اول حاجة البنات في الكباب لازم تعجنهم لحذاك اللحم كما راكوا تلاحظوا يعني لازم يتعجن ماشي كما نديرو يعني اه ما بليش انا نطيلكم البنات الخطوات باش تنجحوا في الكباب السوري يجيكم بزاف بنين وبالنسبة للكباب كاين عندي يقولولي نسرين واش عند تديرو التوابل البنات والله العظيم احنا منديروش خلاص التوابل في الكباب نديرو غير اللحم والملح وشوية تهف الفلك حل ما نحبوش ان نحو ذوق الكباب نراح ننشوه هنا يا مع الكباب اول حاجة البصل وراكوا تشوفوا كيفاش نقسمو بصل تخيروها دك صغير تقسموه ديوا في الوسط الشحمة وتعودو تغلقوها هاكا كيما كتلاحظوا يعني الصورة معبرة حبوباتي ونحن نشوه معها الطماطم حنديرو كباب بتنجال تاني يعني اليوم حين ميلونجي وحبيت نشاركو حبوباتي الغداء السوري مية في المية دي ما نسرين تقولينا تقولولي ديرينا غداء سوري ولا فطور سوري يكون مية بالمية منيش انا وحدي يعني اليوم اللي راني نطيب انا برك مساعدة ومصورة اليوم طماطم درناها في السيخ كيما كنتلاحظوا بالنسبة للبنات لي ما عندهمش السيخ كيما تعنا يعني احنا هذا السيخ من سوريا لي ما عندهمش هاد الاسياخ ديري عادي في اللي بغوشيت اللي يعني نستعملوهم كيشتوا كيين هذوقتها الحديد وكيين تعه لحطب هاده هي قسمته هنا كمية اللحم هاوليك قسمته ادرت لها الملح وادرت لها شوية تعفل فلك حلها بما كان احنا واش نديرو للكباب نعود نعشنها شوية مليح باش هادك اللحم يدخل فيه الملح وبصراحة منيش حاملة روح يا ربي يا ربي سمحنا يعني ان الشحمة ما نحملهاش والكباب يبغي الشحمة شفتوني يعني كيفاش نديرو وهنا شوية مع تنوس وشوية اللحم باش نديرو بيه هادك الكباب لازم يكون فيه الشحمة باش يطيب في وقت قياسي واجيز كيما يقولوا درنا اختراع البتنجال شفته شوية يعني حاكم وروحه نعجب نديرو هذيك الشحمة باش تدوب فيه ويعطيه واحد البنة يا البنات سورته سورته ما جربوه نتمنى حبو باتي تجربوه صح تجربوه شوفوا كيفاش اهنا يا يعني البتنجال ديرولو اللحم هذك اللي قدرنالو المعدنوس والشحمة ونعود نغلقوا هكاك حبات البتنجال كيما كنت لاحظو حتى نحصلوا على بتنجاله وحنا نبدأ ونبريبارين باش نديرو الكباب نحطهم اول حاجة كوريات نحاولو كيفاش نديروهم حجم نفس القياس لا نفس الحجم ما هيش البنات انا مش مشي ما نعاش نهدر لغة عربية فصحة ولات البنات تتخلطلي صدقوني تتخلطلي بالدرجة الجزائرية وتتخلطلي باللغة الامازيغية وتتخلطلي باللغة السورية مرات نهدر بركة كما كنت لاحظو نحن لازم ندير يدي انا بيشوش يسر عليكم نديرش يدي نموت نموت ونبدأ ونديروه في السيخ يعني ما زالش يدي انا نقسموهم قلتلكم اليوم اني درنا اكل سوري مية في المية قدوا نديرو اكل جزائري ولا اكل امازيغي اصيل مية في المية يعني نهار بنهار البنات ما تقولوا ليش لا لا نسين يعني اكي تفرضي وجودك ولوله والو ما فكرت شيها خلاص كنا نوين نطيبوا واحد الاكلة كل يوم نقول نطيبها 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 وننسى بما انه خلاص اكتبه ربي باش نطيبها اليوم ما قلت سبحان الله جاهد لا فيديو مره اكل سوري ومره اكل جزائري هنا البنات بالاستعانة بالماء غير بيتكم تبدأوا يعني تكوروا هذوك الكباب وتديروهم كيم ما راهوا يخدمهم هوا هكذا شوفوا بالماء وتبدأوا تقرسوهم حتى تتحصلوا لهذا الشكل وتغلقوهم من الفوق ومن التحت ومن التحت ومن التحت يعني راكوا تشوفوا الصورة معذرة انا اقول له ببطيط بك بشيبان الفيديو المهمة بلتوب في هذا الفيديو تعلقوا انا احبوبتي اول حاجة وانا راح نبدأ ونشوء البصل والطماطم والبتنجال لانه هو اللي ياخد الوقت هاكا نقعد ونقلبوهم شوية شوية ونحكي لكم البنات وحضر ريحة ما شاء الله والله اشتهتكم كامل راكم معانا وجربوه البنات كباب بتنجال انا ان شاء الله باقرب وقت نديركم كباب بتنجال في الفرن يجي كيم المشوي باش البنات اللي متقدكش يعني تشوي اه ديرو في البيت والله اكتر من رائع صدقوني يالغاليات هنا حطينا اسياخ الكباب بعد ما طابنا يعني البتنجال والبصل والطماطم بعد نوقلكم يعني في اه في الصينية كيفاش دردالهم وهنا نقعد ونقلبو الكباب بتاعنا هاكا غير شوية كيما راكم تلاحظو فيهم اذا لقيتوهم باللي ما زال ما تبدلوا وانتا ما تقلبوهم باش ما يفردوش معاكم يعني باش ما يتفتتولكم شوفوا الدخان اللي درنا وهنا البتنجال طاب ما شاء الله يعني طاب زبدة كيما نقولو فلا حبوبتي هاوليك الكباب بتاعنا وهي اياك سلطة بيواز وهذي هذيك الطماطم هرثناها ودرنا لها الملح والتوم وزيت زيتون سلطة بيواز ثاني درنا لها الملح والليمون وشوية زيت وهذا هو كباب بتنجال جاه هاي الحبوبتي يعني وهناك هذك البول الفيغدرت فيه الزيت زيتون والقارس والتوم وهذا البصل المشوي يجربوه يجيب زيف بنين ودقنوا لكم كيفاش ياكلوا يشدوا البتن راحلي لها فيديو دقنا ودنوا للكم يعني اهنا يديروا الكباب يديروا الكباب البنات يديروا فيه سلطة بيواز هكا في الخبز السوري كيما كنت لاحظوا ويديروا فيديك السماطم المشوية ويأكلوه بالصحة والهنا يا رب هذا هو يعني كان غدانا سوري اصيل لان السوري عبلكم كتقولي غداء سوري عرفي باللي يدك النهار تنضخمي خلاص وتحسي روحك ميد ما بس كيفتوا الشحوم يقول لك مدينة حلب مدينة المشاوي والكباب وهنا حبوباتي بعد ما تغذينا دقتك السلطة ينحو بيه هذك هذيك الدخمة هذيك الدخمة كيما يقولوا وفالا حبوباتي بعد غسط المعان وسيبون هذا وشدنا اليومه نتمنى اهدنا الفيديو يعجبكم سلام يا اغلى ناس اشتركوا في القناة